فاز رئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات وعقب إعلان النتيجة أعرب الرئيس السيسي عن سعادته البالغة بمشهد اصطفاف المصريين وانخراطهما في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج على حيويته وفعاليات المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته ويؤكدوا على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية فوز السيد عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية هكذا أزدل السيطار على العرس الديمقراطي بألان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة الرئاسية جديدة للمرة الثالثة على التوالي دورة الرئاسية جديدة يجمع المراقبون والمختصون على أنها ستكون مليئة بالتحديات الكبيرة التي تحتاج إلى تضافر الجهود بما يضمان الحفاظ على المصالح المصرية ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته عقب الأعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية أقول لكم بالصدق المهود بيننا أني أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها كمؤكد إدراكي بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة وأجدد معكم العهد بأن نبزل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون وكما مثلت الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وما تلقيه من ظلال على الدولة المصرية العنصر الحاسن في العملية الانتخابية فإن الرئيس السيسي شدد على أن مصر حريصة على بز كل الجهد الممكن لحماية الأشقاء في فلسطين والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة لقضيتهم ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق ولذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام وكأن استفاف المصريين كان تسويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية في مشهد حضري راق عديدة هي الأولويات المصرية الإقليمية على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها يأتي العمل على إعادة حياء عملية السلامة بما يفضي إلى أقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام سبعة وستين إلا أن تلك الأولويات لن تكون مقتصرة على الجبهة الشمالية الشرقية وإنما ستشمل الوضع في الجنوب وحالة الصراع السوداني السوداني وبما يؤثر على مصر والبحر الأحمر كما ستمتد إلى الجبهة الجنوبية بما لها من تأثير على الأمن القومي المائي للشعب المصري كما أن الوضع على الجبهة الغربية لا يقل أهمية عن الجبهتين الشمالية الشرقية والجنوبية حيث تمثل ليبيا جزء من الأمن القومي المصري وتشكل امتدادا استراتيجيا لمصر اما المحور الداخلي فيأتي ايضا في مقدمة الاولويات عبر استكمال المشروع الوطني مع التأكيد على البعد الاقتصادي في قرارات الحكومة وضرورات تخفيف اعباء الازمات الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري ومنذ اعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية توالت التهان من ملوك ورؤساء الدول العربية وقادة وزعماء العالم ومن بينهم كادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودية ورئيس الامارات وسلطان عمان وملك البحرين وامير قطر وملك الاردن ورئيس الفلسطينية ورئيس الروسية كما توالت التهان داخليا من الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ورئيس البرلمان وشيخ الازهر ومفتي الجمهورية والكنيسة القبطية الارثوزكسية وباتريارك الاقباط الكاثوليك وغيرهم تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتير العام الأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض رئيس السيسي الجهود المصرية المكسفة للتواصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية محذرا من الخطورة البالجة لاستمرار الأمور على وطيرتها الحالية بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة من جانب أشهد جوتيريش بالجهود المصرية لوقف نزيف الدماء مؤكدا حرصه على التنصيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر